استكمالا لما بدأناه في الحديث عن التزامات التاجر نتحدث عن الالتزام الثالث من التزامات التاجر وهو الالتزام بالقيد في السجل التجاري وسوف نتحدث عن الالتزام بالقيد في السجل التجاري من خلال النقاط التالية من هم الملتزمون بالقيد في السجل التجاري وما هي البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري وما هي إجراءات القيد في السجل التجاري دعونا نتحدث بهذا الالتزام بشيء من التفصيل ففي البداية نريد أن نتحدث عن وظيفة السجل التجاري في الحقيقة وظيفة السجل التجاري في الحياة التجارية يتنازعها نظريتان نظرية تسمى بالنظرية الجرمانية ونظرية أخرى تسمى بالنظرية اللاتينية فما هي وظيفة السجل التجاري في ظل النظرية الجرمانية وظيفة السجل التجاري في ظل النظرية الجرمانية هي وسيلة شهر قانونية بمعنى أن البيانات التي يتم تدوينها في السجل التجاري تعتبر قرينة قاطعة لتقبل إثبات العكس ولذلك يعهد بإدارة السجل التجاري في ظل النظرية الجرمانية لقضاء لأن القضاء هم الذين يملكون إصدار أو إعطاء البيانات حجية القرينة القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس ففي ظل هذه النظرية الجرمانية إذا تم إثبات أي بيان في السجل التجاري لا يمكن إثبات عكس هذا البيان بأي وسيلة أخرى أما النظرية الثانية وهي ما تسمى بالنظرية اللاتينية فوظيفة السجل التجاري في ظل النظرية اللاتينية أنه آدات شهر وإعلان بمعنى إعلام غير بوجود هذا الكيان أو هذا الشخص أو الشركة أو التاجر الجديد والبيانات التي يتم تدوينها في السجل التجاري في ظل النظرية اللاتينية هي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس والمملكة والعربية السعودية تتبع نظام المدرسة اللاتينية في مسك التفاتر التجارية دعونا نتحدث عن من هم الملتزمون بالقيد في السجل التجاري يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من الشركات والأفراد ولكن يشترط للقيد في السجل التجاري توافر الشروط التالية الشرط الأول أن يكون الشخص الذي يقيد نفسه في السجل التجاري له محل سابت يمارس فيه تجارته في المملكة الشرط الثاني أن تتحقق فيه شروط اكتساب صفة التاجر الشرط الثالث أن يبلغ رأس ماله 100 ألف ريال ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو لم يبلغ رأس مال الشخص أو التاجر 100 ألف ريال لكنه رأى أن من مصلحته القيد في السجل التجاري كان يريد أن يستورد من الخارج ومن المعلوم للسامع الكريم أن الاستيراد من الخارج يجب أن يكون على سجل تجاري ففي هذه الحالة من مصلحته أن يقيد نفسه في السجل التجاري بالرغم من أن رأس ماله لم يبلغ 100 ألف ريال فهل يحرم مثل هذا الشخص أو هذا التاجر من قيد نفسه لا يحرم لأن من لم يبلغ رأس ماله 100 ألف ريال قد أعفاه المنظم من الالتزام بالقيد فإذا رغب من تلقاء نفسه أن يقيد نفسه فله ذلك الشرط الرابع وهو الاشتراك في الغرفة التجارية أما الشركات فتلتزم الشركات بالقيد في السجل التجاري جميع الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة أو التي يكون لها فيها فرع ويسري هذا الالتزام على الشركات الأجنبية ما هي البيانات التي يتم قيدها في السجل التجاري؟ يجب أن يقيد في السجل التجاري جميع البيانات التي نص عليها نظام السجل التجاري وتختلف هذه البيانات بحسب ما إذا كان طالب القيد تاجرا فرضا أو شركة وبحسب ما إذا كانت البيانات تتعلق بالمحل الرئيسي أو الفرع والوكالات ولكن هذه البيانات تشترك في مجملها على احتوائها على أهم العناصر أو المعلومات التي يهم الغير معرفتها عن التاجر منها مثلة هذه البيانات اسم التاجر وبحل إقامته ومهنته إذا كان له مهنة أخرى غير التجارة ومقر الشركة الرئيسي وفروع إذا كان لها فروع ونشاط الشركة ورأس مال الشركة كذلك من له حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها كذلك إذا كان هناك شرقاء قصر في الشركة كذلك الأحكام القضائية التي تصدر على الشركة إذا كان ما زال أصارها موجود أما إذا الحكم بالإفلاس مثلا إذا كان التاجر قد قام بالصلح مع الدائنين ورد إليه يعتبره فلا حاجة بقيد هذا البيان في السجل التجاري وعلى مكتب السجل التجاري المختص التأشير بهذه الأحكام ومنقرد إختاره بها كذلك هناك بيانات أساسية وغوهرية يجب إضافتها في السجل التجاري من هذه البيانات ذكر رأس المال كذلك ذكر أسماء الشركاء المتضامنين والشركاء المصين إلى غير ذلك من هذه البيانات دعونا ننتقل إلى النقطة التالية وهي إجراءات القيد في السجل التجاري وآثارها في الحقيقة عهد النظام السعودي بالسجل التجاري لمكاتب السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة المنتشرة في المدن الرئيسية للمملكة وأول إجراء من الإجراءات التي يتم اتخاذها أمام السجل التجاري وهي تقديم طلب قيد لمن تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد وللمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المشتندات المؤيدة لصحة ما يقدمه من بيانات وله كذلك رفض هذا الطلب في خلال مدة سلاسين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجب التحقق من البيانات التي يتم تأييدها في السجل التجاري من خلال المستندات التي تقدم إلى الموظف المختص لكي تتحقق الصقة والإطمئنان في صحة هذه البيانات المدونة في السجل التجاري كما علمنا أن وظيفة السجل التجاري في المملكة العربية السعودية أنها وظيفة شهر وإعلان لذلك يعهد بإدارة السجل التجاري لموظفين عاديين كذلك يجوز لأي شخص أن يحصل على صورة مستخرجة من بيانات السجل التجاري بعد دفع الرسوم المكررة شريطة أن لا تشتمل الصورة المستخرجة على أي بيانات من شأنها أن تضر بسمعة التاجر وتسهيلا لهذه الوظيفة تلزم النظام كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر جميع مرسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه ورقم قيده على المحل الذي يمارس فيه تجارته كذلك ألزم نظام السجل التجاري التجار في حالة يعتزع لهم التجارة أو في حالة وفاتهم يلتزم الورصة بشط باسمهم من السجل التجاري كذلك رطب نظام السجل التجاري أثارا قانونية وجزاءات جنائية في حالة مخالفة أحكام السجل التجاري ويجوز لمن له مصلحة أن يحتج بالبيان الواجب التأشير به في السجل التجاري حتى لو لم يتم قيده أو التأشير به كذلك هناك عقوبة جنائية وهي الغرامة التي تصل إلى خمسين ألف ريال في حالة مخالفة أحكام نظام السجل التجاري